اشتركوا في القناة والجزائرات يعيشون في كوكب آخر ولا يفقهون شيئا عن واقع الجزائر كل ما يخرج عدد جديد من مجلة الجيش التي هي ناطق رسمي باسم المؤسسة العسكرية إلا ونحط يدي على صدري لأن مستواهم بائس بمعنى الكلمة من حيث يريدون الدفاع عن المؤسسة يورطوها ومن حيث يريدون إظهار أمور يفضح أنفسهم وهذا هو الواقع للأسف الشديد لماذا؟ لأن هذا هو مستواهم أولا الناس الذين يخدموا في مجلة الجيش والذين يكتبوا الإفتتاحية هذا هو مستواهم لأن أسوأ العسكريين هم اللي جنيرال وأنه خب الحقيقية تم إقصائها وغادرت هذا رائد يوصل كوماندوني غادر المخير فيه موصل الكولونال وقال له لروح نادرا وانتجد كفاءة ووصلت الرطبة جنيرال الكفاءة هذه تلقاه شيئات أو ساكت ويعيش في الظل يعني عنده مشكلة مهنية رأو كف وعنده قدرات وعنده ثقافة وعنده كل شيء في هذا المجال ولكن مشكلته مريض يبدأ الشيطة ويتعايش معهم ويوصل هذا هو هذا هو عملية استغناء عن الكفاءات في الجيش واضح ومين أنا عشت في المؤسسة العسكرية وأنا عارفه واحد عنده شوية فهامة يلقى السجن البوليد العسكري يستنى فيه يشره هاله يشره هاله بكل الطرق لذلك عندما تنظر الآن للجنيرالات على الجزائر إما جنيرالة فزدين وعصابات ما عندهمش مستوى هذا هو الواقع للأسف الشديد مجلة الجيش عددها الأخير خرجت بافتتاحية تقول تحت عنوان مارس شهر الشهادة والنصر طبعا هذا ديد العسكر يتغنوا النهار كامل بأمجاد الثورة وحكاية الثورة يدخلك على الثورة وبعد ذلك يروح يضربك الحركة هذا هو الواقع وهذا هو اللي يصير الآن شوف داروا الافتتاحية هذه ما يتحدث فيها على الإنجازات قال لك في ظرف عامين رهي تمت إنجازات كبيرة من بين هذه الإنجازات اللي يتحدثوا عليها البناء المؤسسات للدولة والذي سيخلق الظروف المناسبة لإرساء قاعدة اقتصادية ناجعة يعني مختصرة تنفع المواطن وتزدهر به البلاد وما إلى ذلك من هذه الأمور هذا ملخص الكلام تاعه اللي يورد في مجلة الجيش بناء مؤسساتي والله إمك أنك هنا كذب أو أنك أحمق لكتب هذا الصر وش من بناء مؤسساتي أتدري ما معنى بناء مؤسسات هذي يسموها مؤسسات الانتخابات البرة من يسمو فيها مؤسسات قد تشيرك فيها الشعب يا سيدي هاي خلينا نسموها مؤسسات يقول دي المشكلة راي ماشي تجي المبنى زيغود يوسف تدخلوا نواب تحطهم بنيت المؤسسات المشكلة لازم تكون انتخابات حقيقية هنا رح تقول في ما صار انتخابات حقيقية أفضلت إلى بناء مؤسسات تفادوا ذكر الانتخابات قالك بناء مؤسسات هذه شغل واحد يجي للدار يحط فيها شوية معنى وخلاص والمعنى هذا مسرقهم المهم رانا درنا جهزنا دار كيف أجهزنا الدار عن طريق السرق وهذه كيف أجهزت هذا للمؤسسات عن طريق انتخابات مزور استفتعت عدل الدستور مزور الشعب رفض الناس اللي شاركوا سموهم شعب يعني الأغلبية الساحقة مشاركتش ولكن الناس اللي شاركوا رفضوا هذا الدستور اتدخل شنجريحا قالهم يفوت هذا الدستور وان هي بناء المؤسسات المجالس البلدية وقعت فيها حتى الرشوة والمجالس الولائية وكذا وكذا نسبة المشاركة ضائلة جدا انا اقول لكم لا يشبهوا كما واحدة واحدة باعت شرفها وجات ابنت دار وجي واحد يقول لك الحمد لله راه جاء واحد تزوجها اه والحمد لله درنا بيت هذا هو والتشبيه مع احترامي للمشاهدين الكرام هذا هو ولا واحد سرق سرق امواله راح بناء دار وبعد ذلك يتباهى بالدار هذه اللي بناها ودار فيها شمبرالفوكي يصلوا فيها هذا هو له اذا اي بناء مؤسسات يتحدث مجلات الجيشة يأتي ذلك في سياق يقول لك الجيش اللي سأله دخل في السياسة وافتتاحيته هذه راه سياسية هذه المجلة يا جماعة راه موجهة للعسكر موجهة للعسكر انتو ما تنشروها منا تروحوا تحطوها في الفيسبوك للجزائريين باش يقروها وتعبروا على رسالة الجزائر العسكر للجزائريين بأي حق العسكري خاطب الجزائريين نحن مناش في حالة حرب إلا إذا كان كما قال رئيس حزب اللي يسموها كالدكان الحزبي اللي يسموه البناء قال رئيس الجزائر في حالة حرب هنا اعلنوا رسميا أن الجزائر في حالة حرب وزعودي خاطبنا قائد الأركان أو رئيس أركان الجيش الوطني الشعب الرئيس خلاص ما عاول ليش عنده قيمة ولا هو يلبس البذل العسكرية ودي الرطبة ويعود يخاطب الجزائريين هذا هو إذن ما عندكش حق ما عندكش حق تتكلم بهذه الطريقة وتخاطب الجزائريين وبعد ذلك مباشرة ينتقل إلى طابع المؤامرة مشكلة العسكر مريض بطابع المؤامرة إذا لم تخرجوا أيها الجزائريون العسكر من السياسة رايح يهلكلكم البلاد بنظرية المؤامرة شوف بده ديركت مباشرة جهات معروفة بحقدها على الجزائر تواصل نفس سمومها ترويج الأكاذيب لعرقلة مسيرة الجزائر الجديدة والله أكبر كذبة هي حكاية الجزائر الجديدة لطلبها الشعب هي جزائر جديدة طبعا جا فيها تبو الرئيس شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوجوه هذه جديدة في هذه المناصب الجديدة هذه هي الجزائر الجديدة لكن الجزائر الجديدة اللي طلبها الشعب الجزائري هذه ما عندهاش علاقة يا ولدي والله العظيم بحثت بكل الطرق لعليش نلقى ملامح توحي بأن هناك جزائر جديدة حتى نهون عليكم هذا الأمر والله ما لقي يا ولدي رأيكم تكذبوا يا نظام رأيك تكذب يا المؤسسة العسكرية بهذه الطريقة رأي القدر اللي كان عند المؤسسة العسكرية بين الجزائريين راح وصلنا للشارع الجزائري يقول يسمى في الجنيرالات الجنيرالات في السجون ضباط سامون في الوصوص الجنيرال كان يظهر على أساس أنه صانع القرار ويستقبل وكذا كذا وبعد يهزوه يطيشوه في الحبس حتى مرته يجي له الزيارة في الحبس يتبهدل كيف ينظر الأهل لتاعهم إلى هؤلاء الجنيرالات نحن مفروض جنيرال لما يروح للتقاعد رأيه يعتبر كفاءة استراتيجية يعود ينظر يلقي محاضرات في الجامعات يدير برامج تليفزيونية نحن ما عندناش عندنا جنيرالات لصوص إذا راح يجوه على المنسر قبل يرجعوا ديركتي ووصلوا الاستثمارات في الأموال اللي نهبوها في فترة الجنيرالات لذلك لم تستفد الجزائر منهم في شيء نفروض رأيه الجنيرالات يخرج تقاعد رأيه يولي محاضر في الجامعات محاضر في الجامعات وعنده برامج تليفزيونية ما كانش وهذا راح موضوع راح نرجع لوحده في مداخلة أخرى المهم رجعنا مباشرة النظرية المؤامرة رأي الجزائر الجديدة هذه عندها أعداد أي والله ما كان عدو لكن جزائر جديدة حقيقة تبون يريد الوصول إلى جزائر جديدة وصادق نسلم جدلا صادق ما كانش عدو لهذه الجزائر كما العسكر والإعلام والأجهزة الأمنية وش منها جزائر جديدة تهضروا عليه ومن هم اللي عدوها انت كيف الجمهورية جزائرية شعبية ديمقراطية من حق الرأي الآخر مباشرة الرأي الآخر عدو تتعامل بمنطق العداء يومين الناس في السجون يتعرضوا إلى ما يندله الجبين إذا ربعت عن الطعام لمساجر الرأي وانت تنظر لهم على أسس أنهم خوان عملاء لأنهم عبروا عن رأي آخر إذا كان هذا صحيح أنتم أصلا بجزائركم الجديدة جيتوا بسبب خيانة وعمالة لأن هناك شعب خرج ضد النظام وانتم رأكم دائما ليخرج ضد النظام خائن عاميل إذن ما كان جزائر جديدة جزائر خيانة جديدة وفق المنطقة تاعكم وإذا كان لا أن هناك شعب خرج رفض النظام ورفض بوتفليقة وعفضة إلى جزائر جديدة إذن من حق الجزائريين اللي ما اقتنعوش بهذه الجزائر أنه ينتقدوها من أجل جزائر جديدة حقيقية أو جزائر جديدة أخرى إذن ما كانش خيانة وعمالة قال لك عجب العجاب ويقول لك هنا يتحدثك على دوائر ضغينة عادت لإحياء مخططات أكل عليها زمن للتشويش على الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها السلطات العليا للبلاد بالله عليكم ورون نترا هذه الاستراتيجية الشاملة الاستراتيجية الشاملة والكاملة هي عودة العصابة للسيطرة على دونيب الدولة عودة الدولة العميقة تعدية ناس لتسيطر على الإدارة وتسيطر على كل المؤسسات هذه يعني موش من الاستراتيجية شاملة تعدرين والله لغة الخشم هذا اللي يكتب هذا السطور أو يستهل محاكمة على أنه يكذب باسم المؤسسة العسكرية على الجزائريين وعلى العسكرين أو يكذب موش من الاستراتيجية شاملة إذا كان عندكم اقتصادية في الجانب الاقتصادي تدهور قدر الشرائية رهوية تسارع الغلاء ما قدرتوش دينوا البطاطا توفروا بطاطا للجزائريين التي هي لحم الفقراء ما قدرتوش توفروها ما وفرتم حتى شيء يا جماعة وجي تقول لي استراتيجية شاملة وش اللي يقول لأول مرة نبقاهم يأخذوا رقم تبون في عدد الشهداء خمس ملايين وستمائة ألف هما قالوا أو إنسوا ثلاثين تذكروهم ثلاثين حتى ذلك ثلاثين شهيد تذكروهم أول مرة يستعملوا هذا الرقم ما يقولوا مليون ونص شهيد المهم وتبون منذ فطرة فقط تتحدث على مليون ونص المهم ما أهم حيرين في هذا الرقم ما قدي خلوها برك الجزائر مليون ونص كانت عندها قيمة تفرغون للحاجة أخرى تفرغون للحاجة أخرى تنمية واقتصاد ومحاولة إعادة الجزائر لقيمتها وهيبتها بين الدول أما حكاية عدد الشهداء باش تستعملوها الاستهلاك الإعلامي وماكرون يهيلكم ويبهدلكم ما عندنا ما رح نديروا به هذا الأمر ما ينفع حتى في شيء لو أنه رح تديروا حقيقة تعرفوا عن الشهداء كي تطالبوا فرنسا بالاعتذار والتعويض والاعتراف بجرائمها نقوله ما رح نديرته رقم فقط للاستهلاك الإعلامي والدعاية ليس إلا مجلة الجيش تورد مقطع الكلام تبوهن في حوالي 18 كلمة وجابت مقطع لشنغريحة واحد الجمال قالها شنغريحة في 76 كلمة نحو 76 كلمة يعني حتى كي جيوا حتى تبوين صغروا له في شأنه حتى في الكلام جيبوا له جملة واللي جابوا هالو التبوين واش يقول بعض الجهات تقلقها سيادتنا لكننا سنواصل طريقنا بإرادة لا تالين كي تكون الجزائر في مكانتها المستحقة إقليميا ودوليا بسنة جيشنا الوطني الشعبي فقط اختاروا الجملة اللي تمدح الجيش الوطني الشعبي في حين شنغريحة واش قال من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة سنحرس في الجيش الوطني الشعبي تحت قيادتكم المتبصرة على مرافقة هذه الجهود الحثيثة من خلاله أولا مواصلة تطوير الصناعة العسكرية والمساهمة في الحفاظ على النسيج الصناعي الوطني وثانيا السهر على توفير كافة موجبات الأمن والاستقرار وإدامة جو السكينة في كل ربوع الوطن وفي هذا الصدد بالذات فإن لدينا قناعة راسخة أن الأمن والاقتصاد ثنائية متلازمة فالأمن شرط أساسي لتطوير النشاط الاقتصادي وبالمقابل فإن الاقتصاد القوي يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار هنا هو الاقتصاد الوطني يا سعيد شنغريحة والله اللي يكتب هذا هذا الكلام من الله العظيم ما زال عايش لفائة الخطابات على السبعينات وفي لغة الخشب المهم أتحدث على استقرار شرط التنمية يعني الآن يا جزائريين إذا حبّين تعيشوا ما تنتقدوش العسكر وإذا انتقدتوا العسكر معناها التنمية مهددة يعني يا سيدي هاو الجزائريين عندوا سنين في حكم بوتفليقة ما كانوا يمسوا العسكر خلاص واش من حتى نمية حققتوها خرجتونا بثلاثين جنرال فيزدي دخلتهم الأحباس وضباط سامون وكثير وكثير يعني والله واحد حكاية البيضة ودي يعني أي واحد ينتقد النظام راه خائن عميل راه ينتمي إلى جهة تتآمر على استقرار البلد وراه تستهدف أو قالوا تستهدف القيادة العسكرية و إذا كان بهذه الحالة معناها الجزائر ما كانش تنمية هذا التنمية ما كانش لأنه ما كانش استقرار نخلوكم نسكتوا عليكم تنهبوا الأموال ماذا هي ذو الواقع للأسف الشديد يعني لكن الملفت للانتباه في هذه الافتتاحية ما ذكروش المخزن لأول مرة يخيكوا الملفين ديما المخزن والمغرب اللي يتآمر المرة تكلموا على المؤامرة ولكن لا إشارة للمخزن ترى هل هذا إعاز من جهة ما أنه المخزن ما عجزوش تكلموا عليه حتى تنعقد القمار العربية ننتظر الافتتاحية القادمة إذا تكرر هذا الفعل في الافتتاحيات مع نهر والأمر ممنهج يعني هم تكلموا على الأياد الخارجية وهذه المؤامرة ولكن ما تكلموش أصلا على الجهة اللي يتمونها قبل في الافتتاحيات سابقة دايما المخزن المرة هذه ما تكلموش أصلا في المجلة وكلها المخزن ما عادة تكلموا وتحدثوا على الصحراء الغربية في ثلاث صفحات لكن ما كانش هجوم كالعادة على المخزن والمؤامرة والصهيونية والتحالف مع الصهاينة وما إذا ذلك ما كانش ترى هل هي هدنة من طرف العسكر مع المغرب حتى يتم تمرير القمة العربية أم انساوه المهم إخواني الكرام أن المجلة هذه المرة عبرت على التخبط اللي تعانيه المؤسسة العسكرية أن معركة الجيش هي صارت معركة مع ناس عندهم رأي مخالف وأنها تنظر إلى الرأي المخالف منظر عدائية وأن المشهد السياسي مشهد مسيطر عليه المؤسسة العسكرية من المفروض افتتحية مجلة الجيش توجه للعسكريين مدام هذه المجلة لا تنشر للمدنيين الجيش ليس له دخل في الشأن السياسي شينجريحة ما عنده حتى دخل أنه يتكلم هو منصب عمليات واش دخله في السياسة السياسة للسياسيين هناك أحزاب سياسية هناك رئيس مدني هناك وزراء مدنيين هناك حكومة من المفروض هكذا لكن كلهم طبعا تحت الرنجاس عسكري للأسف الشديد ونحن طبعا هنا لا نتهجم عن المؤسسة العسكرية كما قد يدعون بل هذا هو واقع المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية تفضح نفسها بنفسها لأنها قيادتها مفضوحة عندما نقول كنا من قبل كنت نطلع في الجزيرة ونتحدث عن فساد المؤسسات العسكرية وتحدث عن الجزيرة خونوني في ذلك الوقت كاين حتى اللي كتب مقال سماها ليلة سقوط الجزيرة وكذا وكذا كثير من الأمور خونوني تلك المرحلة خرجتنا أكثر من ثلاثين جنيرال فاسد وقضايا فساد لا تحسى ولا تعد في المؤسسة العسكرية إذن ما كناش غلطي وما زلنا ننتقد ونقول أن القضية في المؤسسة العسكرية ليست لتطهير المؤسسة العسكرية بل أنها عصبة سيطرت تخلصت من الأخرى ورهي تصفية حسابات في إطار المنافسة على النفوذ والهيمنة فقط مش قضية ماشية في إطار تطهير المؤسسة العسكرية الجزائر عاشت مرحلة مرحلة الإرهاب حدثت فيها انتهاكات وجرائم لا تحسى ولا تعد المؤسسة العسكرية تورطت فيها والأطراف الأخرى تورطت فيها من جماعات إسلاموية وغيرها هذه الحقيقة بعد ذلك جاءت مرحلة الفساد الجميع اللي كانوا في السلطة غرفوا من الفساد انضيف فيهم شاف الفساد وسكت وهذا سكت عن الفساد راهوا من المفروض عدم التبليغ عن الجريمة من المفروض يحاسم قانونيا هذا هو الواقع لو أن الجزائر بدأت مرحلة جديدة تتعافى فيها ليس غريبا أن نشوفوا جينيرال ذهبوا إلى السجود ومش غريبة طبعا الدولة رهي نارت فيها ثورة شعبية وبدأت عهد جديد من المفروض أن نشوفوا جينيرال التي في الحباس ووزاراء وكذا ومسؤولين وكذا 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 نشوفهم عاد لكن الإشكالية أنه لا ما فيهاش عملي تطهير يجو فاسدين آخرين يتخلصوا من فاسدين سابقين والنظام يستمر لا ما هيش هكذا المؤسسة العسكرية طبعا فيها كفاءة نظيفة كثيرة نظيفة رهن ضباط نقاب ناس بلغوا درجة رائد وأيضا الناس اللي وصلوا السن القانونية كل يروحوا للتقاعد كأنه الجيش يروح منه شنقريحة ولا بن علي بن علي اللي في التسعينات من عمره يعني الجيش ينكسر لا هذه الناس خلاص انتهى دورهم الناس عايشة رؤوسها عايشة بالمرض مرضى عايشين بالدواء هذا ما عادي يقدم شيء للبلد ولا للمؤسسة هذا يروح لداره بذلك نقص من رطبة الجنيرالات هو أيضا نفتح المجال للشباب وللكفاءات العسكرية اللي تكونت في كلية كوبرا اللي تقود المؤسسة العسكرية هذه من جهة يعني نبدو عهد جديد حقيقة أما يجيك واحد تبون كان ولده في الحبس بتهمة كبيرة وهو كان اسمه مذكور في قضية الخليفة متورط فيها وكان متهم وبعد ذلك قلبه إلى شاهد قضايا الفضائح اللي حدثت في قطاع السكن اللي كان عوى وزير سنوات طويلة عليه لا تحصى ولا تعد شنقريحة كان في وسط اللعبة وتم ذكر اسمه اسمه ولاده في قضايا فساد كيفاش فاسدين يجيو نظفوا البلاد اللي يحب يكفح الفساد لازم يكون نظيف ما يكونش فاسد هذه قالها مدير الشرطة سابق هام عبدالغني هامد اللي راه وهمل في الحبس هو ولاده وعائلته وهنا نقول اللي يبغي حار بالفساد لازم يكون نظيف اللي يبغي حار بالفساد لازم يكون نظيف وطبعا هذا لا يعني أنه مهوش فاسد حتى هو كان فاسد وهذا هو الواقع الأسف الشديد مجلة الجيش عبرت عن مدى مرحلة السخف التي تمر بها المؤسسة رأس كريم ومرحلة الهوان التي وصبحت تمر بهذه المؤسسة مؤسسة عريقة لديها قيمتها ولديها قامتها وتحتاج إلى رجال حقيقيين رجال انضاف بمعنى الكلمة وما أكثرهم ما أكثرهم هناك جيل من الشباب راهم الآن في رطبة رائد ومقدم وعقيد والله انضاف بمعنى الكلمة ولكن لم يتجاوزوا رطبة عقيد لم يتجاوزوها إذا بقوا على انضافتهم ونبقاوا عندهم كفاءات حقيقية والأمر نفسه ينطبق على كل القطاعات يجب أن تتوقف المؤسسة العسكرية عن الخوض في الشأن السياسي تالي بلاد المرحلة صعبة حروب في المنطقة عندنا أزمة في ليبيا منطقة الساحل والصحراء عندنا حرب را هي تتصاعد وتريدونها أنتم في الصحراء الغربية أزمة مع المغرب أزمة مع أوروبا وأزمة أوكرانيا وحرب عالمية في الأفق والعالم الآن نراه ورح يعود إلى إما تكون مع روسيا أم مع الغرب والجزائر إذا مشت مع روسيا تخسر مع الغرب وهي غارقة في حويش بزاف مع الغرب وإذا مشت مع الغرب تخسر مع روسيا وهي غارقة بزاف مع الروس وما عندهاش كيان اتحاد مغاربي مثلا يعطيها بعض القوة بل الاتحاد المغاربي فجراته الجزائر وما زالت تفجر فيه وتمنع أي اتحاد حقا الجيش يحتاج في هذه المرحلة إلى أن يلتف حول الشعب ليس كمؤسسة لديها خطاب سياسي ليس كمؤسسة لديها تأثير سياسي ولديها رؤية سياسية ولديها مشروع سياسي لا كمؤسسة عسكرية تحمي البلد بعيدا عن السياسة السياسة نختلف فيها لأنه إذا دخلت المؤسسة العسكرية على الخط ونصير أنا كسياسي وليسير فلان كمعارض ينتقد المؤسسة العسكرية هنا المؤسسة العسكرية تحولت إلى خصم وتحول المؤسسة العسكرية إلى خصم يضر بها ويضر بالبلد ولا يمكن للمؤي مؤسسة عسكرية أن تتحول إلى خصم إلا إذا دخلت هي اللعبة السياسية وأرادت أن تفرض أجندتها في مستنقع أو في حلبة سياسية فيها الرأي والرأي الآخر فيها المنافسة أن نستبحث تفضح بعض لما يدخل شنغريحة إلى الملعب السياسي نبحث له أنا على فظائحه كمحل سياسي وبما حق المعارض أنه يجبد له العارم تاعه ولكن إذا بقى في إطاره العسكري وش الداني ليه أنا نهدر عليه ما نهدرش عليه خلاص هذا شأن إذا نهدرتي على رئيس الجمهوري اللي من المفروض يكون منتخب من طرف الشعب وهو اللي يحقق ما يريده الشعب في تسيير المؤسسة العسكرية أمر آخر يكون عندنا برلمان يراقب هذه المؤسسة العسكرية كمؤسسة ككل المؤسسات المؤسسة العسكرية ما هيش مقدسة يا جماعة المؤسسة العسكرية راه مؤسسة مؤسسات يقود فيها بشر يخطؤ ويصيب يجب أن تكون تحت الحساب تحت المحاسبة يجب أن تكون هناك هيئة شعبية تحاسب المؤسسة العسكرية في صفقاتها وأموالها وخياراتها وكل شي فيها يجب أيضا أنه ما يكون عندنا قضاء عسكري نحوها القضاء العسكري يكون عندنا قضاء مدني الموظف في المؤسسة العسكرية هو موظف أي موظف في قطاع آخر عندما يخطأ يروح إلى قضاء مستقل قضاء مدني مش قضاء عندهم رتب هذا كوماندان راه نائب عام ولا قاضي التحقيق راه كابيتان طبعا راح يخاف من شنغريحة اللي هو فريق وراه يملك زمام الأمور إذن مجلة الجيش كل مرة تخرج بالله تكشف المستور وتضع المؤسسة العسكرية في ثم المدفع بل تفضح واقع بائس تمر بهذه المؤسسة التي يجب أن تكون قوية في هذه المرحلة بالذات أن العالم مقبل على تحولات كبرى وتغيير استراتيجي على كل الأسعدة والجزائر إن لم تغير نفسها بنفسها وتحدث ربيعها وفق ما يخدم أمنها واستقرارها والله سيفرض عليها هذا التغيير ويا رب إذا لم يكن غزو على الحدود سيتفكك الوجود والأيام راه قادمة نسأل الله الخير لبلادنا وشعبنا لأن الأمور لا تطمئن أبداً واللي يجي يحكي خيراً هذا فوالله يكذب عليكم هراهم مسؤولين ولادهم في الخار شنقريحة اللي خاطب في الجزائريين بهذه الطريقة بنته في سويسرا وولده في باريس نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله